السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم مالياك نادي والنهاردة ان شاء الله هتكلم على فيديو جديد. آآ طبعا الفيديو النهاردة يكون مختلف شوية. في استفادة كبيرة جدا لحضرتك. هنتعلم ازاي ان شاء الله ان احنا آآ لسفر القديم اللي عندنا ده. ان هنستفاد منه. آآ سواء كان شغال او بايز. ازاي ان احنا نطلع منه قطعة نقدر نستخدمها كزا استخدام مفيد جدا. سواء كان عند حضرتك في البيت او انت عندك محل. تابعني للنهاية. هنخش على طول في الفيديو عشان طبعا الفيديو ما يكونش طويل. طبعا الفيديو سريع ويعني مش ممال. طبعا زي ما ده اه اي الصفر بيكون فيه قطع كتيرة كده ممكن انت تستفاد منها لو انت حد بتصلح لصفرات والكلام ده. ولكن احنا اللي بالتركيزنا هيكون فيه قطعة معينة جوها للصفر ان شاء الله هنستخرجها. نريد استخدمها استخدامات كتيرة جدا مفيدة. فتبع مع اي واحدة واحدة وان شاء الله تستفاد. هنا طبعا اه اي الصفر بيكون فيه زي مصمارين او تلاتة. هما اللي بيكونوا مسبتين الظهر بتاعها والغطة بتاعها. فهنا طبعا نفك المسامير دي عشان نوصل لقلب الصفر. طبعا المسامير اللي تفكي دي تخلي بالك منها وهي حول نضيع حق دي واي على هو. اه طبعا ده اي تخلي بالك من المسامير دي عشان صغيرة ومش هتلاقي مسامير زي بسهولة يعني. وده الشكل بعد ما تفك يا ساتر. هوا يا مع بالحجم ولا ايه? ده بصة واي يعني السفر كله فاضي وحطين فيها مش عارف يعني كان عاملو صغير وخلاص. فتبعا انا نضفته عشان الشكل العام كده والبتاع الفيديو يعني. فتبع ما دي ان شاء الله لنشتغل عليها ونستخريها ونقرب نستخدمها ازاي? فطبعا اه زي ما انتم شايفين هي ده شكلها وبيكون فيها مفتاح الباور وبيكون دخلها لها كابل الكهرباء. دي حاجة كده عبارة عن اه يعني بتوزع مختلفة يعني بتخش لها امتين وعشرين تطلع مختلفة في كزا سلك. تمام? فهي دي طبعا الاستخرية دلوقتي ونشوف احنا هنعمل فيها ايه? ايه زي ما انتم شايفين هنا بيكون فيها اه مرتبطة بالكارتة التانية اللي هي فيها المخارج اللي وورا دي. طبعا هي برضو بيكون فيها الباور دوت. فهنبدأ نستخرجها. هنا زي ما تشوفين يا جماعة برضو هي بيكون طبعا لها اربع مسامير آآ مسبتينها في جسم اللي سيفر او الشاسي بتاع اللي سيفر. فهنا هنبدأ نفك الاربع مسامير دول. وبرضو هنا الكابل ده هنبدأ نخلعه من مكانه كده. ونبدأ برضو نخلع ده. طبعا الجاك ده هو اللي عليه العين والليلي. تمام? هو ده اللي نعمل بكل حاجة اه. ده اللي بيخرج مع نا الفولتات كل سلك اللي فولت ومعين. فطبعا هنا هنبدأ هنا يعني برضو الجزء ده ساعات بيبقى مختلف ما بيكونش شكله كده بيختلف من الصفر يعني الصفر تاني. طبعا هنا دلوقتي هنبدأ نفك المسامير دي الاربع مسامير عشان نستخرجه. طبعا هنا زي ما قلت لكم السفر كل ما بيكون اقدم يعني ما بيكونش حديث بيكون طبعا بيكون احسن. بيكون في عدد اسلاك اكبر وعدد فولتات اكبر. تمام? فطبعا ان انت هنا بتبدا تفك كده الاربع مسامير دول. عشان نبدأ نطلع الكرتة معنا بنفس المنظر ده شايفينه ده. كده احنا استخرجلنا الكرتة هنقدر نعمل فعل اللي احنا عايزينه بره لصفر خالص. يا جماعة بيكون فيها عبارة عن ترنزات او ترنز واحد مسلا ايه الكهربا بتخش لها امتين وعشرين فطبعا الترنز ده بيعمل تحويلات للكهربا وبيقلن الجهد بتاعها بدل ما هي بتبقى امتين وعشرين بيطلعها مسلا اربعة فولت واتناشر فولت على حسب عدد السلوك طبعا اللي بتكون في الجاك ده. لان الجاك ده هو اللي بيتخرج كل سلك فيه بيكون لي فولت معين. فانت كل ما بيكون عدد الساكد كبير كل ما بيبقى عندك عدد فولتات اكتر. وزي ما قلنا لما بيكون قديم بيكون احسن. فطبعا الوقت بنحط الفيشة في الكهربا. وهنجيب طبعا الافو ميتر او بينست الامبير او اي حاجة نقدر نيس بيها عشان نهدد الفولتات ونقرها مع بعض. طبعا هي هنا الفيشة طلعت عينيه يعني انت يركب. صراحة يا همشو اعرف فيه الحكاية. اه بقت كهرب. يعني هيتها دي بصراحة نشفت فيها. انا لوقت بعمل تعليق صوت على الفيديو يعني الرياكشن ده الطبيعي يعني. فخلوا بقى لكم موضوع الكهربا ده. انت كده بتتعلمه مني. يعني انا بعمل العيش تتعلمه منه. سبحان الله. فطبعا هنما بتمسكها بقى منين من عند المفتاحة ومن اي حتة بلاسك عشان تخلمك من كهربا. فانت بتيجي هنا كده عند الجاك ده طبعا اللي مخرج الفولتات زي ما قلنا. السلك السودة دي بقى هي دي يعني السلكة اللي انت هتثبت عليه او السلكة دي اللي هتبقى مشتركة مع الباقيين. تمام? فانت السلكة السودة دي احنا معنا هنا تاني اه تلت مخارج او تلت اسلاك تاني غير السودة. فكل واحدة منهم ليها عدد فولتات معين. او بتخرج فولت معين. نريد نستخدمها استخدمات كتيرة مثل مسلا اه شحن التليفون. اه ممكن تشغل بها مسلا اه جهاز معين بيشتغل بضغطه قليل او بجهده قليل. استخدمات كتيرة جدا. فهنبدأ نيس مع بعض الوقت ونشوف. فنجيب مسلا. ونثبت على الطرف اللي هو اللي هكوم مشترك مع البقية الاطراف. ونجيب الطرف التاني ونقيس ده مسلا ادنا اتنين وتلاتين. ادنا اتناشر فولت. ادنا اربعة وعشرين فولت. فا ادنا تلاتة فولت. تلاتة فولت ده تشحن تليفون يعني. فاهمني? فانت كده انت تستخدم استخدمات كتيرة جدا. يعني انت خد الفكرة واتعامل بها براحتك. طبعا الفكرة دي برضو عشان نكونش كداب. اه عارفتها من زميل اللي هي انا مكنتش عارفها لسه عارفها وراي. فاولت برضو انا نشارككو بيها. انت بتجيبها بتثبتها في حاجة خشب. او بتعملها زي علبة كده تقفلها. عفوا وبتجيب الجزء اللي هو ده. وتبدأ ان انت تطلع كل سلكة الوحدة. وتبدأ تكتب عليها او تعلمها دي مسلا عشرة فولت. دي تلاتةاشر فولت وهكذا شانت تعرف كل واحد هي ايه مش كل مرة تقعد تقسها. وبعد كده تبدأ تستخدمها لسخدامات اللي انت عايزة. تمام? هي بيكون بنفس الشكل ده. بسلا ان انت عندك اه حاجة معينة بتشتغل وليكن مسلا اه ساعك نموس او اي حاجات زي كده اللي هي بتشتغل بفولتات قليلة. بعد ما تجيب لها ترانز ومحاول دي محاول الكهرباء. فدي حاجة كويسة جدا. يعني لو انت بتصلح او انت عندك ورشة تقدر تستخدم تستخدمها في الكشف الاجهزة او مسلا اختبار الاجهزة اللي هي الضعيفة. تقدر تستخدمها كمحاول ترانز. مسلا ده جهاز اهو الشنور ده دريل ده بيكون لي برضو بطارية ممكن انت تشحنها بيه. تشوف هي بتشحن كم فولت خمستاشر فتشوف الخمستاشر رفين وتشحنها بيه وهكذا. طبعا الاستخدامات بتاعتها كتير زي ما قلنا. ولو انت برضو في البيت هتقدر تستفد بها. او لو انت صنايعي. فهو قد احنا استفدنا من الصفر الاديم اللي هو اللي مكانش ليه استخدام. اتستفدنا بيه استخدمنا الكارتة بتاعته دي لان احنا نعمل بقى استخدامات كتيرة. وخصوصا ان كل التلفزيونات دلوقتي بقى فعل صفر داخلي فالصفرات دي بينا نركنا. بس طبعا برضو يعني لازم ان الكارتة دي تكون شغالة يعني دي تكون شغالة مش مهم من لصفر كله. ليه لان هي دي برضو لو فيها حاجة فاصلة ممكن ما تشتغلش معاها. بس وتخلي بالك من الكهرباء ان شاء الله لو انت بتعملها وممكن تقفلها فعيل با كده خشب. وتخلي شكلها كويس بس انا كنت اعمل كده بس عشان الوقت طبعا آآ هيتول جامد. هتمنى نكون استفدتوا وعجبكم الفيديو. لعجبكم الفيديو ما تسويش الاشتراك لو انتم مش مشتركين. واللايك وبردو اكتب رأيك وبردو آآ ما تساش الشير. نشوفكم على خير. اشتركوا في القناة